بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا مع كتاب الله وفي سورة النساء يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهذا الوعيد الشديد يأتي للخروج عن الإجماع المسلمين ولذلك حافظ الإسلام على هويته عبر التاريخ فالإجماع هو اتفاق المبتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الغصور على أمر شرعي وهذا الإجماع بهذا المفهوم هو الذي يمثل حقيقة الإسلام ولا يمكن أن نتهاون فيه لأننا لا يمكن أن نختلف فيه فقد اتفق عليه أهل السنة والشيعة والسلف والخلف وكل طيارات المسلمين في الشرق والغربي في الشمال والجنوب عبر العصور لم يختلف فلم يختلف أحد من أن عدد الصلاوات خمسة وأن العشاء أربع ركعات وأن القيام بعده الركوع بعده القيام بعده السجود بعده السجود وهكذا ما حدش اختلف إجماع ولا يجوز في نطاق الإجماع أن اجتهد بل هذا هو الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليقف هذا هو الإسلام لا اكره في الدين لكن هذا هو الإسلام واحد يقول له والله أنا مش عاجبني حكاية الصلاة دي خلاص أنت حر قال طمسلم وبلس صلاة لا مش هصلي أبدا في فرق بالاتنين واحد يقول لك أنا هسلم بس أنا مش عارف هصلي إزاي أنا مش ده أنا مريض ده أنا مش عارف محصور ده آه يسلم أو واحد قال أنا هسلم بس الخمرة دي أنا مش هقدر أبطلها دلوقتي أو بس أنت عارف أنها حرام قال أنا عارف أنها حرام عارف أنها حرام يعني هي حاول يبطلها لكن مش يسلم وهو عايز يخلي الخمرة حلال ما ينفعش إذن الإسلام مع الشرط الفاسد جائز وده باب في الفقه اسمه كده الإسلام مع الشرط الفاسد يسلم بشرط أن أنت يعني تسيب له حكاية مع أنه مؤمن بأن الخمرة حرام 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 ما فيش فيها كلام بس هيضرب نفسه هيعالج نفسه منها ماشي يسلم وفيه فرق بين يقول لك لا أنا عايز أسلم بس بشرط أن الخمرة تكون حلال في الدين بتاعك غيروه ده مش مغيرين ولا نعرف نغيره ولا نقدر نغيره إجماع المصدر الرابع القياس النصوص محصورة الكتاب فيه 6236 آية برواية حمزة الزياد فيه 6000 عشان تحفظ 6000 آية السنة الأحكام موجودة فيه حاجة بتاع 2000 حديث لما جه ابن تيمية الجد وعمل المنطقة ولا الأب عبد السلام طلعوا 5000 حديث بالمكرر إذن يعني الحديث إيه محصور برد طب والدين بيقولك ده فيه حكم الكل فعل بشري إلى يوم الدين قال بالقياس بقى يبعيزا عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس تقيس إزاي بقى الحاجة اللي مش منصوصة على الحاجة اللي منصوصة مراعاة للشريعة ولمقاصدها ولمعناها ولغرضها علشان نبقى ماشيين في رضا الله طيب اللي يمشي كده عالكتاب وعلى السنة ما يخرجش عن الإجماع والحاجة الجديدة يجيبها من نمط الشريعة كده يخليها تحت نظلة الشريعة بوسيلة ايه القياس يبقى ماشي في طريق الله أطاع الله وحد الله وحد الله يعني يعني جعل الله هو المصدر الوحيد له في العبادة وفي الطاعة ما بيطوعش الله ربنا عن طريق كتابه سنة نبيه اجمع أمته قياس فاسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون فتأتي الآية التي بعدها وتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به يبقى علاقة كلام ده باللفات ايه ايه منت لما لا تشاقق الرسول وتطيعه وتلتزم بإجماع أمته وتبقى ملتزم في طريق الله يبقى بتعمل ايه يعني عبدت الله وحده أطعت الله وحده وحده فييجي يقولك في طريق الله كده بطريق تاني وبدلا ما يروح اسكندرية رح طالع على بنسويف نحة تانية الصعيد على ده ما ينفعش يبعزا لابد من التزام بالطريق طريق التوحيد العبادة والطاع فمن لم يكن كذلك يبقى مش تمام بقى اذا انت التزمت فان الله سبحانه وتعالى سوف يغفر لك ذنبك اذا اخطأت فان كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون وبني الانسان على الضعف والخطأ اصلا ولذلك طبيعي انه يخطئ وطبيعي انه ينسى وطبيعي انه هو يقصر ولكن في مغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به يبعزا الشرك بالله يسد القبول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ويغفر ما دون ذلك وبس كده امكان الناس مش يقولولوا بقى متشكلين يا ربنا ان انت تغفر لنا وكده ماهوش كله الناس كده كان الناس تستحلى المعصية ويشتغلوا فيها فراح قالك ايه لمن يشاء يعني انت على خطر في المعصية انت على خطر فممكن ما تقبلش بقى توبتك اذا كنت بتلعب فما تلعبش الله يخليك ما تلعبش هتضر نفسك كده لانه ايه لمن يشاء فعلق الامر بالمشيئة طب وانا ايش ضمني بقى ان انا هبقى من اليشاء يبقى لا اتعمد الخطأ ويبقى الخطأ يقع مني عفوا اه كرها اه تقصيرا اه يقع مني اه من غير يعني تعمد من غير اصرار يقع مني كده من ضعفي مش من فجور يقع مني اه لكن وانا ارجو رحمة الله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا شوفوا ازا تاه بقى خلاص بدل ما يروح الغرض بتاعه اخر الطريق والله مقصود الكل يتوه يتوه ضل ضلالا بعيدا وضلال بعيد ده معناته ايه معناته ان هو نفسه ساعات ما بيعرفش يرجع ما يعرفش يتوب وده شهدنا يا ابني طب انت في جهنم ما تطلع منها قالك مش قادر واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلب حاجة عجيبة مش عارف يتوب المشرك ده فاذا المسألة جد وليست هزل والمسألة خطيرة وليست بسيطة وإلى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته